تصعيد مستمر لليوم الثاني على التوالي مع تكثيف إسرائيل غارتها على قطاع غزة فيما استمر القصف الساروخي من القطاع على مناطق جنوب إسرائيل العملية العسكرية المتبادلة تأتي في وقت صعدت إسرائيل من تهديداتها لحركة الجهاد الإسلامي ففي أول تصريح له أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد نفطالي بينيت أن إسرائيل لن تتردد في تنفيذ مزيد من عملية الاغتيال بعد استهداف القياد في الحركة بهاء أبو العطى وأضاف بينيت الذي تسلم مهامه قبل أيام أن مقتل أبو العطى بعث برسالة إلى جميع من يحاول المس بإسرائيل مشيرا إلى أن أبو العطى إرهابي عمل على إرهاب مواطني إسرائيل وشدد بينيت في ختام جلسة تقييمة مع كبار الضباط الإسرائيليين ورئيس الحكومة باستهداف كل من وصفهم بالمخربين وحذر الجهاد الإسلامي بأنه سيكون مسؤولا عن أعماله في الساعات القادمة تصريحات بينيت تطابقت مع تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته بن يمين نتنياهو بمواصلة ضرب حركة الجهاد الإسلامي بعد القضاء على من وصفه بقائدها الكبير في غزة وأضاف نتنياهو بأن لدى حركة الجهاد الإسلامي خيار واحد هو الكف عن شن الهجمات وإلا تكبد المزيد من الضربات موضحا أن القوات الإسرائيلية دمرت خلال 24 ساعة الماضية أهدافا مهمة تابعة للحركة باستهداف خلايا إرهابية خططت لإطلاق سواريخ على إسرائيل وبالموازات مع التهديدات الإسرائيلية يظل أفق الحل والتهدئة مؤجلا في ذل تأكيدات مسؤولين في الجهاد الإسلامي عزم الحركة مواصلة ما وصفته بالانتقام لمقتل أبو العطى موسيقى